محو الأمية مسؤولية الجميع تحت هذا العنوان انطلقت أعمال ورشة عمل في مديرية التربية والتعليم في قلقيلية ضمن حملة الترويج لبرنامج محو الأمية والتعليم الموازي الذي يهدف لتقليص نسبة الأمية في الوطن 120 ألف أمي في فلسطين في خططنا الاستراتيجية خلال عشر سنوات أن تنتهي الأمي وتزول الأمي من كافة الدول العربية لكن البشائر طيبة وإيجابية في فلسطين في الأسبوع الزفات كان هناك مؤطمرين ينسكوا في لبنان فلسطين هي الوحيدة التي كانت تحت الإعل وكانت هي من أوائل الدول في تدني نسبة الأمية فيها برنامج التعليم غير النظامي يشبه البرنامج محو الأمية يشبه البرنامج التعليم الموازي وبرنامج التعليم المسائم الهدف من هذه الورشة تسليط الضوء على أهمية هذا البرنامج لأنه يعطي بصراحة فرصة لمن فاتهم قطار التعليم أو طردهم ظروف الحياة لترك مقاعد الدراسة حتى أن يكملوا تعليمهم حمل هذا البرنامج قصص نجاح تمنح الأمل لمن فقد نور العلم ضمن برامج مجانية تناسب ظروف الملتحقين بها وفي مراكز منتشرة في كل الأماكن التي تحتاج لوجودها أحاولت علامة بناتي للصف الرابع صحيح ساعدتن بس فيه شغلات أجأ أوقف عندها أني أقولهم خلص أنا لهان مش قادر أني أساعد بعد البرنامج أنا صارت حياتي أحسن بصراحة بدأت تقطب نفسي تعليم كثير احترامي لذاتي الكراءة والكتابة تحسنت كثير فيه شغلات كثير عرفتها جديدة في الكتب ما بكيت أعرفها كتب المدرسة جدا حلوة جدا ممتعة فبرغم أني أنا بكيت أقرأ كتب بس كانت ما متنوعة مثل ما الكتب المدرسة أنت بتيجي تكرار فالتجربة حلوة تعرفت على ناسي كثير كل ما كيسها حلوة التجربة أهمية عقد هذه الورشات زادت بعد إعلان نتائج الجهاز المركزي للإحصاء إحصائية أظهرت أن نسبة الأمية في فلسطين بلغت 2 فارزة 9% وهي نسبة متدنية مقارنة مع دول أخرى ولكنها تبقى نسبة موجودة تعمل وزارة التربية والتعليم على محوها أحمد شاور تلفزيون فلسطين قلقيليا